قرار مفاجئ للناس بوقف استيراد منتجات علامات تجارية شهيرة من مختلف أنحاء العالم الناس بتسأل إيه هي الشركات اللي اتمنعت وإيه أسباب القرار ده تابعونا بين فترة والتنية بتطلع وزارة التجارة والصناعة بقرارات بتشطف فيها منتجات شركات معينة من سجلات الاستيراد في قطاعات مختلفة في مارس شطبت 173 شركة وفي سبتمبر اللي فات كمان تم شطب 50 شركة متنوعة أما في يناير اللي فات فأعلنت عن شطب 30 شركة واضح أن القرارات دي مكملة معانا الشهر ده كمان لأن وزارة التجارة والصناعة أعلنت حظر استيراد دفعة جديدة من منتجات شركات وعلامات تجارية شهيرة وصل عددها لحوالي ألف شركة دي مخالفة القرار الوزاري 43 واللي بيشترط إنشاء سجل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير أو المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر الأيمة الجديدة زي ما قلنا كان فيها شركات شهيرة في مقدمتها مثلا المراعي السعودية لمنتجات الألبان وأيضا شركة نوليفير البريطانية صاحبة العلامة الشهيرة في منتجات العناية الشخصية والمنتجات الغذائية واللي بتنتج شاي لبتون وكريم دوف ومعجون السنان كلوس أب ومعجون السنان سيجينال وأيضا سبري اكس وصابون لايف بوي وبرسيل وفازلين وريكسونا وقومو وصابون لوكس ده غير طبعا شركة ريد بول المنتجة لمشروب الطاقة المعروف وشركة ال جي الكورية كمان الشركات اللي تم حظر الاستراد منها مؤخرا متنوعة الجنسيات منها مثلا الأمريكي الإماراتي ومنها الصيني والإيطالي والكوري والألماني ووفقا للقايمة فتم شطب شركة الدانيا للأغذية المحدودة وشركة الكرامة المحدودة لإنتاج المعجنات كمان شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة والشركة العربية للغزل والمنسوجات والبطاطين وشركة محمود سعيد لصناعة الزجاج وكلها شركات سعودية كمان الأيمة شملت الشركات اللي تم منع دخول منتجاتها لمصر شركات أخرى زي إليجانس للسيراميك الإماراتية وشركة كورانالياني الإيطالية ومصنع سيراميك هيدرا الإيطالي كمان تم شطب شركة ريد بولت زي ما قلنا ذات الجنسية النمساوية وشركة مدار للكيمويات السورية وشركة نقل إخواني الأردنية وشركة فينوس للاستراد والتصدير وكمان مصنع هيلثمور للصناعات الأمريكية مصدر في وزارة التجارة والصناعة قال في تصرحات صحفية إن السبب الرئيس لوقف الاستيراد من الشركات دي هو انتهاء صلحية شهادة الجودة الخاصة بيها وطالب الشركات بضرورة الاهتمام بمتابعة تاريخ التسجيل لشهادة الجودة وتجددها في الوقت المطلوب بدل ما يتم إيقاف المصانع والعلامات التجارية المسجلة وبحسب القرار كمان هيتم العمل بقرار منع الاستيراد لحد ما الشركات دي توفق أو ضحها في حين يتم تدول منتجاتها محلية الصنع ويعتبر الوقف من الأيمة إجراء مؤقت بسبب انتهاء صلاحية شهادة الجودة المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كان قال من حوالي ثلاث أسابيع كان اجتمع مع الوزير المفوض للشؤون التجارية في السفارة الأمريكية بالقاهرة كيث كوريكام لبحث موقف الشركات اللي تم شطبها أو وقفها من سجلات المواردين للسوق المصرية في القرارات اللي صدرت قبل كده رئيس الهيئة أكد ان الوزارة حريصة على انها تسهل كل العقابات اللي ممكن توقف حركة التجارة بين مصر والخارج كانت وزارة التجارة والصناعة في سنة 2016 أعلنت قواعد جديدة لاستراد المنتجات من الخارج وجاء في القرار رقم 43 لنفس السنة أنه هيتم التسجيل بهيئة الرقابة للصادرات والواردات للمصانع والشركات ملكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر وأنه لا يجوز الإفراج أو السماح بدخول أي منتجات مستوردة إلى مصر إلا إذا كانت تابعة للمصانع وعلامات تجارية موجودة في السجل القرار ساعتها سبب أزمة ومشاكل كتير من الشركات اللي بتصدر منتجاتها المصر عشان كده وزارة التجارة والصناعة من أيام قليلة قرارت تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 واللي وضح القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة أو المؤهلة لتصدير منتجاتها المصر كانت أهم التعديلات دي هو إلغاء قرار رقيد وتسجيل الشركات بقرار من وزير التجارة الخارجية المختص لكن التسجيل بقى بيتم بمجرد تقديم المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 15 يوم كمان سمحت التعديلات بتقديم المستندات الخاصة بالتسجيل عن طريق سفرات وقنصليات حكومات الدول التابعة لها الشركات اللي هتصدر لمصر ده غير إمكانية تجديد المستندات اللي ليها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ انتهاء الصلاحية اشتركوا في القناة